موسيقى مجلس الوزراء بحكومة الوفاق استئناف حركة الملاحية الجوية بالمطار يشار إلى أن هذا القصف يأتي بعد تهديدات متحدث باسم حفتر باستهداف أي طائرة مدنية تقلع أو تهبط في مطار ميتيق الأربع الماضي وجه وزير الخارجية الليبية محمد السيالة رسالة إلى مجلس الأمن حمل فيها المجتمع الدولي مسؤولياته في حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء من قبر ميليشيات حفتر سيالة في رسالة له قال إن تهديدات ناطق باسم ميليشيات حفتر باستهداف الطيران المدني تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني مذكرا بمسار برلين القاضي بتثبيت وقف إطلاق النار وتطويره إلى وقف دائم لإطلاق النار بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب في ليبيا تهدد بالامتداد في منطقة الساحل والصحراء بعد أن أصبحت ساحة للميليشيات الأجنبية جوتيريش صرح على هامشي منتدى دفوس الاقتصادي أن الهدنة في ليبيا ضعيفة وأن التقارير تتحدث عن حدوث خروقات مستمرة آخرها الهجمات على مطار معيتيك الدولي وفي سياق متصل شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المنتدى على عدم تكرار السيناريو السوري في ليبيا وتحويل الصراع في البلاد إلى حرب جديدة بالوكالة وفق تعبيرها قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان إن بلاده ستواصل وقوفها بجانب الليبيين في هذه الأوقات الصعبة من أجل ضمان سلامتهم ومستقبل واستقرار بلادهم أردغان في كلمة له الجمعة في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستنبول حذر المجتمع الدولي ألا يكرر في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا وأكد أردغان أن تركيا ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدماء في ليبيا نهاية المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة